السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى من الله ان تكونوا بخير وبصحة لي داريت بعد ان اشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس عملوا باللائك عشان يوصلوا لكل ديد ولان نوفيكم بوظائف خالية مصر الطيران تعلن حاجتها ل65 فرضا الشروط وموعد التقدم اعلن شركة مصر الطيران الخدمات الجوية عن حاجتها ل56 فرضا لشغل وظيفتي اخصائي كافتريات ومضيف كافترية بنظام العمالة الموسمية على ان يكون التعاقد لمدة احتاجها شهر واشترطت الشركة لقبول اوراق الراغبين في الوظيفة الحصول موهلة سياحة وفنادق ومجموعة من الشروط الخاصة بكل وظيفة والتي جاءت كالتالي وظيفة اخصائي كافتريات الحصول على بكالدروس سياحة فنادق اجادة اللغة الانجليزية محادثة وكتابة اجادة التعامل مع الحاثب بألالي ان يكون ملمر بنظام HACCP الإلمام بمسؤوليات ووجبات الوظيفة اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة وظيفة مضيفة كافترية الحصول على موهل سياحة وفنادق متوسط او فوق متوسط الإلمام بالبغة الانجليزية الإلمام بمهام ووجبات الوظيفة ان يكون ملمر بنظام HACCP اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة ووضحت الشركة في اعلانها لانه يجب ان لا يزيد عمر متقدم عن 30 سنة عند تاريخ بدء قبول الطلبات للذكور والاناسة واشترط العمل بنظام النوبات ذكور والاناس مضيفة ان تقييم اختبار المتقدمين لتحقق من صلاحيتهم اشغال الوظيفة المعلن عنها واستفاء مطالب التأهيل طبقا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها والانتهام من تأذية الخدمة العسكرية بضرية اخلاقة لا تقل عن جديد جدا او العفاء منها او تحت الطلب لمدة السنوات واضف الاعلان وتقدم الطلبات على النموزج المعدل ذلك بادارة شؤوننا التوظيف بالادارة العامة للموارد البشرية بشركة مصر الطيران للخدمات الجوية بجوار مسجد الملك في طلب المطار القديم وذلك خلال الفترة من واحد سبتمبر المقبل الى عشر سبتمبر من الثاعة عشر صباحا حتى اثنين ظهرا على ان تكون مستوفرة رسم الدمغة وقدره مئتين قرشا وصورتان فوتوغرافيتان حديثتان مقوص اربع في الستة بالاضافة الى ثور من المستندات التالية الموحد الدراسي وشهد تلميلاد وبطاقة التحقيق الشخصية الرقم القومي والموقف من الخدمة العسكرية وتوريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 50 جنيه لخزينة الشركة لا ترد وتطبق القوانين واللواح المعمول بها وبهذا قد أفعناكم بوظائف خالية في مصر للطيران تعلن حاجتها لـ 56 فرد اشروط ومعايدة تقديم الى ثلاثة وشتر القناة في الزجرة وعمال وراديك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته